أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تفتح زراعيها لأية استثمارات جديدة جادة تحقق قيمة مضافة واستفادة متبادلة لجميع الأطراف كما أشار مدبولي إلى أن الاتفاقيات ستعمل على توفير أكثر من 34 ألف فرصة عمل لشباب لخدمة الأسواق العالمية بقيمة تصديرية تصل إلى مليار دولار سنويا الدولة تفتح زراعيها لأية استثمارات جديدة جادة تحقق قيمة مضافة واستفادة متبادلة لجميع الأطراف كما أعرب عن سعادتي بهذا العدد من الاتفاقيات مع 29 شركة عالمية من مختلف الجنسيات وما ستسمره هذه الاتفاقيات من توفير أكثر من 34 فرصة عمل للشباب المصري من مختلف المحافظات لخدمة الأسواق العالمية بقيمة تصديرية ستصل إلى مليار دولار سنويا وكل أمل أن يكون هناك لقاء آخر قريبا يتم من خلاله الإعلان عن توسعات جديدة في حجم الأعمال وتوفير عدد أكبر من فرص العمل المتميزة لشبابنا ترجمة نانسي قنقر